السلام عليكم اخوتياتي اليوم سوف نخيط هذا الحجاب الذي فصلت معكم أول شيء سوف نبدأ بها 4 سنتين من الخليد التي قلت لكم سوف نضيفها سوف نضيفها أزرار سوف نخيطهم هنا على وجه سوف نضيفها حيث نضيفها نضيفها و نش法 و نضيفها اعتدلت 4 سنتين و نضيفها نضيف احبطها نضيفها و نضيف فتفضل إطلاق سوف تفضل أضع ماء ونضع وحيدة سوف نقوم بإمكانك المنطقة سوف نقوم بإمكانك المنطقة كما كان المنطقة للبياسة أول مرة أخرى نبدأ بإمكانك المنطقة نقوم بإمكانك الخياطة سهد ثم نقوم بإمكانك الدجانة نقوم بإمكانك السياس نقوم بإمكانك الخياطة ديالي. في كان نخيط جيه التانية من دوس الطريقة كما خيط اللولة. نخليدك السنتيم ديال الخياطة. را ندوز اسمها بالسورجي. ندوز السورجي. ندوز اسمها بالسورجي. وعند ترجعوا تعودوها بالمكينة. هنا سنخيط غطاء ديال الراس. كما ترى ندوز قطعة واحدة. ونضع لها قطعة اللي في السلط اللي ستكون عندي من الفوق. اللي ستكون عندي مجهة الامام. ستجيب حل مص دائرة. ستجي دائرة على الراس. كل السقوعة تماما كما ترى ندوز الكرانة عند الكرانة. ونضع معها بالبانقات. هنا في التالي ديال في هدي في الجناب. ما كان ما تجيش قدها. ستجي نقصها شي شوية. كنخلي واحد سانتي ما نصف ولا جو سانتي. كننقصو منها شوية في الطول. هادي لابغينا في الفصالة كننقصو واحد ثلاثة سانتي. باش ما تجيناش قدها بنيشان في الطول. لكن ندرناها في الاخراء سبعة تاشرة هادي كننقصو كنديرو مثلا خمسة تاش. كما اشتو على هات شكل هادا. سوف يمكن ندر معها بالخياطة. كان نحاول لو قد هادك القطعة كن قدها مع القطعة التلخر. وكان دور معها. تجي ها الخرارة كننقص من هادا كohnي استمتهم. كمشو كتجي لها تشكل هذا كنضروا معاقب شوية رأيها سهلة كتتخيط كتجي لها تشكل هذا قطعة الثانية هذيك راك ندوز لهم السورجي بعدها وعد كنجيبها باش ندوز لها عبار سبات كمشو ذاك الخياطة راك نحاول نعزها الجيهة اللي كتكون عندي كبيرة وكندوز لها بعبار سباتغي باش تطعيحلي وفي نفس الوقت كتجي تجميني هذيك الخياطة من الفوق يبقاش ذاك السورجي طعن عكاك يكتخيطيه كي يهبط كمشو كتجي لها تشكل هذا القطعة الثانية رادي وسلها السورجي وهنا غدي نجيب ذاك لاسيك هذا لاسيك ديالي راك نجيبه وكنحطوه في كنخليله تقه واحدة سنتيم من الحاشية وكنجبد ما كينشي عبار محدد هناك كتدير غينك ميزانك تحاول ما تجبديش بزاف بش ميجيش داك كتريف ما كي يجي صغير ورع اللوجه ويجي مزير كتحاولي تاخدي العبار بعينيك وصافي تمارك كنطوي عود ذاك اللاستيك كنطويه ندوز بالخياطة على السورجي كنطوي ذاك السنتيم ديال لاستيك صافي ندوز عليهاك بالخياطة كيمشتو هناك هذا هو الاستيك ديالنا هذا راك يجي داير في الدورة من تحت الوجه كيجمعنا ذاك الغيطاء ديال الرأس سافي كنحطا ذاك الغيطاء كيمشتو كنديرها الوجه من تحت هادي كندير الوجه عند الوجه سافي وغندوز من جنب ديالها غننخيطها من الجيهات بجوج كنخيط الجواني بجوج كيمشتو على هات الشكل هادا وانولي نعود لهم السورجي كنحطا ذاك الغيطاء هادا كي دير في تعدك العبا يدي السلا كي يدار هادا كي يجيزوين كنفص لوقت ساهل اللي بغا تطبقه هذا هو الغيطاء ديالنا من تمك يكون الدورة دلوجه كنحشي وجه هنا تمامايا يجي داك للاستيك من التحت دا بغا ندور ان نركبه في داك الدورة دير الرقابة المشتور ان يقالبتو الوجه من الداخل هادي نجيب داك الغيطاء وهادي نحشيه من الداخل تهوى ندير الوجه عند الوجه كنجيب داك الخياطة وكنديرها مع الخياطة ديال الكتف الخياطة ديال داك القطعة مع الخياطة ديال الكتف ديالنا ديال الحيجاب كنشد بالبانكات لا تشكل هذا هنالج انا القطعة هاديك الدورة ديال الرقابة كبيرة او اللي صغيرة راي مكننا نقصو من هاديك القطعة ديال الرأس اللي كانت كبيرة كانت الاخراء اللي كبيرة كنحاولو نديرو فيها بليت هادي في حالة مايلا كانت ما قطعناش نفس العبار ولا كاي اللي كيدير البليت في الحيجاب كيجو في نفس الوقت كيجو في عطيرنا ديكور هنا انا ما درتهمش صافي كانت دور على داك الدورة ديال الرقابة كاملة نخلي داك السنتيم ديال الخياطة كما كتعرفو ندير لها السورجي عاود تمنى يجبكم هاد خياطة ديال هاد الحيجاب هاد طبقه سواء اللي كانت تلبس الحيجاب ولا الكلين ديالكم ولا تل يبغى تديرو في صلة راك يدر هادة هالصلة يمكنك تديري قطع وحدة طويلة وديري لها نفس الطريقة هادة ديال الغيطاء ديال الرأس ولا يمكنكم تديروها بالساعة هادة جيه اللي فيها لاستيكرا هي اللي كانت ديرو همدك الجيه اللي فيها تكون فيها الأزرار هادة جيه اللي كانت ديال الغيطاء ديال الغيطاء هادة نتابهول هامين كونو كالسقوه كما اشتو عليها تشكل هادة ذاك الجيه اللي فيها لاستيك نديروها بالجيه ديال الغيطاء مصفح هنا هيا را هددو له الغيطاء كما شردو وسلو السرجي نعفوهن غادي ننومنطي لا الجناب ديال الحيجاب كوتي هادة نهبط بعدها مع الكوتي هادة ننومنطي نعودهم بالخياطة ضرورة الجيهة الثانية نفس الطريقة لأول مرة كي يشاهد القناة دينا ما يبخلش علينا بالشراك ويجعلنا جيم ولي عندو شي استفسار ولا لي عندو شي سؤال يجعلنا كومنتر ديالو نحن نحاول نجاوبه على الناس كاملين للأخاوات اللي كي سيفطالي سواء اللي كيشكرونا اللي يجازيهم بخير ولا اللي كيخليونا شي سؤال راني كنحاول نجاوبهم وسنشكرهم بزافة اللي كي يشجعنا واللي كيخلينا كلي مزوينة ونقول له شكرا بزافة هنا كنجيب داك القطعة ديالي كمشتورة نمون طيتها وكننحشيها في الاخرى كندير داك الخياطة ديالك مع الخياطة سوف يكون خيط سانتيم ديالي ديالي ديال خياطة ونحن نباشي ونحن نباشي لا يوجد شيء صحيبه ويمكن لكم هذه القطعة كما قلت لكم تضيفها بزافة اللي كرة وكي يكون كثيرة وكي تجي مجموعة على الليد أنا هنا ايه رامولاتها لا أريد لون واحد اخر سوف تضيف اللون في اللون كنجيب هذا كلاستيك عندي هذا كلاستيك هذا في العرض دياله جوج ديال سانتيم سوف نحاول نعبره غير يدي هكا مايجيش مزير يكون مرخوف شوية لحسب هذا التوب شوية غلد ومايزيبش مايزييرش على الليد سوف نقطع العبار وكارتق ذاك كلاستيك كما كتشوفوا على هالطريقة هذي كنحاول رتقه مزيان لحسب كنحطك توب لا تشكل تاك الخياط اللي عندي في الكوتي كنجيب لاسيك نحطه عليها منان نشتو بالبانقاي لاخفنا هي عدبنا ولا شي حاجا كنخليول داك السورجي خارج داخل الحشية جميلة ثم نضرب 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 داخل الحشية جميلة حتى نضرب كنطوي دك لسيك الداخل مايكونش مش النق مايكونش عنا مكمش بسنا نطويوه يكون براحته تصافي وندوز على السورجي ما نوليش دابانا ندوز بخياط على لسيك حسني ندوز هيله التوب نشدغي في التوب دابا وندوز على السورجي نيشان للحاشية وانا غادا وانا كنجبت كيما كتشوفو سوف يدوى لكم دينا كيجي لها تشكل هذا كيما شرع نوريكم كيجي في ليد كيجي على هاتش كيلا هادا كيجي زوون ماشر مكيجيش مزيّر كيجي في ايدا كلي بلي هنرا كندوز لغلي ديالي كنطويوه 1 سانتيم اللي احسن ديروغي سانتيم مش مايجينش فيه ليبلي ولايجي مكمش لحسب عندي الدورة دايرة داك الامام مج عندي دايرة وفش كتكون شي حاجة دايرة وكنديروه في لغلي كتر من سانتيم را كتجينها مكمشة كتبقى غادا وكتتكمش هنا من الأحسن تكون شي حاجة مدورة ولا شي حاجة جيه مثلا بحل الكسور كلوش كتديري سانتيم من تحت مش مايجيهش داك داك ليبلي ودك تكمش في لغلي هذه فقط معلومة بسبب الأخوات اللي عاد مبتادئين مايجيهش شي حويش كيكونوا بساط وانما مكيكونواش معروفين هنا كاملين في اللول داوزنا هذه التجريبة كتكوني كتديري لغلي كتقولي علش كي يجيني مكمش كتعرفيش مناش سافرة كندور معه بلغلي عادي كما كنقولكم دائما نفيني ولا الخيوط دياننا كمين ساليو البياسة كنساليوها فخطره كنبقاش على ذاك الرجعون فيني وذاك الخيوط من اللول كنخرجو كنخرجو البياسة من فينيا سافي هذه الفقانية رساليتها كما الشرع ما كتاخدش بزاف ديان الوقت هنا كنجيب الصايا هدي الصايا ديالي كما شتوها كنخليوها لوجهان دلوجه وكندوزو الخياطة ديال الكوطة هي اللولة كنخيطوها بالمكينة يمكن لكم كما قلت لكم دوزو لها السورجي كاملة تمونطب السورجي وعد تعاود دكسة بالبيكوز نتزوب ره تقيل كيبقى يهرب لي سوف يجيها الثانية بنفس الطريقة كنجيب الصايا كما قلت لكم راه نايا كان الصايا نقطع عيني ميزاني على الاحساب الكليانة واش طايا كبيرة واش طايا صغيرة واش متوسطة كنشوف عيني ميزاني كنقطع سوف ينضير ذاك اللاستيك نضير ذاك الحاشية واحدة على واحدة وكندوزو لها كماش شون ماكينة ركرة تقوم زيان بش ما يتقطعش صايا ديالي انا را دوست لها السورجي كاملا من الداخل ودوست لها في الحاشيات تم نتجيها اللي غنضير فيها لاستيك حتى هي را دوست لها السورجي باش تجيني مفينيا وكننضي ذاك اللاستيك ديالي ذاك الشارك المطاط وكننضيه في الخياطة ديالي عندي في الكوطي وكننشدها بالبانغة من جو الجيهات من هات الجيهة ومن هات الجيهة يمكن لكم تشدوها مربعة جيهات باش جيكم سهلة تقسمو ذاك اللاستيك عاود على جوج وتقولي وتشدوه من الجيهة اللي مجيه دي فين شد انا بيدي ثم عاود ديرو ببانغة واحدة اخرى اي باش مين تكونو كتخيطو جيكم سهلة وصافي ثم راني شديت وغادي نجبد كيما شتور راني كنجبد لاستيك وغندوزلو عال الحرف كندوز عال الحاشية ديال لاستيك بالخياطة كيما كنقولكم دائما لاستيك تشدو التوب مع لاستيك وتجبدوه في الخياطة تسعنو بجيه الدين وتجبدو باش ما كي تجي تلبس ما كي تقطعش تمنى تكون الصورة واضحة بالنسبة للاخاوات سوفي كنخرج هنا اي وكنولي نطوي داك الشاريط المطط كنطويه داك الشاريط المطط على تشكل هذا الاحسن الى هذا الى كنتوا اول مرة تخيطه لاستيك تدوره بالبانغات الطوايوه وديرو للبانغات بحل بفوحد الجيهات فالجيهات فاربعة ديرو لاستيك من هنا ومن هنا عفوا البانغات وداك الخياطة ديال الكوطي وتولي ديرو عاود الجيهات الاخرين باش ما نجيو جبدو وها ما يجيكم صعيب انا انا را ما درش البانغات وانا مرة كان نشد بيدية كما قدلكم دائما جبدو جيدين سوف يرا كندوز معاه على داك الحاشية كندوز على السورجي ديال التوب سوف يساليته هنا بالخياطة ساهل هذا هو الاستيك ديالنا كما اشتو هكا تجي جيد الصايا ديال الحجاب كتجي لها تشكل هذا مدوو الاستيك ديالنا را كنجيزي زو ازوين كما كتشوفو كنجي نفيني من الداخل سافي وكندوز لعا لغلي من التحت تحت هي كنديلها واحدة واحدة سانتيم ديال لغلي وكندور معاها كاملة اتمنى تكونوا استفتتوا من هاد الفيديو الخياطة ديال الحجاب والذيال هاد السايا ولا القطعة الفقانية احتها هي را ساهل هاد الحجاب بعد اللي بغا تتخيطه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر